مسلسل أمينزي أحداث حلقة 6 اللي بتبدأ بطلال بيتكلم مع الصحفي مروان بخصوص المقال اللي عايز يكتبه وبيسأله الصحفي عن مراطه لسمها مها وبيقوله أيوة فعلا مراطي وطبعا بيعرف كمان ان هو متجوز واحدة كمان وبيقوله انت عارف معلومات عنها اللي عرفك قاله انا صحفي وده شغلي قاله عن متل لو عارف مكانها لازم ترجحها المستشفى ده مريضة وبتتعالج وبياخد منه معادة علشان خاطر يتكلمه في المقال اللي عايز يعمله الصحفي مروان طبعا كل ده أما المراطه كانت موجودة وسامعة كل حاجة بيروح بعد كده علشان خاطر يرائب مراطه أمل وبيصورها كمان في الصورة علشان يوري الصورة دي لمها بعد كده وبتبدأ الحلقة بمها واخد مروان والدكتورة ورايحة على بيتها وبتفتكر كمان مفتاح الشقة بددخل البيت وبتقيد النور وأول حاجة طبعا بتفتكرها الحادثة اللي حصلت أما بالنسبة للدكتور بيتصل بيه طلال وبيقوله كنت فين أنا بتكلمك من بدري بيسأله لقيت أي معلومات عن مها فبيقوله لأ مفيش أي معلومات بس أنا خايف جدا لكن بيقوله ما تقلقش أنا هتروح فين هي أصلا ملهاش حد الموضوع ده ما يخوفكش أي معلومات جديدة بس تكلمني فيها بالنسبة لمها بتشوف دم على الأرض وطبعا بتفتكر الحادثة اللي حصلت وموضوع قتلها للست الحامل اللي جات لها قبل كده وبتفتكر كل ده ونست الحامل جات وخبطت عليها وقعدت تتكلم معاها شوية عن جوزها وعن عميله معاها وبضربه ليها وينها هربانة منه وبتطلب إن هي أدبات النهاردة وبالفعل بتاخدها مها علشان خاطر بتخليها تنام عندها في القوضة وبتسيبها وبتروح تنام لكن اللي حصل كالقاتي إن أمل اللي هي الست الحامل بتحط حباية منوم لي مها مها اللي كانت نعسلة جدا وبتروح علشان خاطر تنام وبتروح بعد كده أمل وبتحط لها السكينة وفيها حاجات حمراء كده كأنه دم علشان تفهم مها إن هي اللي قتلتها وبتروح طبعا بتتنامي كده على الأرض وحتى برضو دم على نفسها وكل ده كان باتفاق من أمل وطلال علشان يجننوها ويدخلوها المصحة النفسية وطبعا كل ده حصل لما راحت مها علشان تجيب لها حاجة من تلاجة تحطها على وشها حتطلها الحباية ونفزت خطتها الشيطانية ومها لما بتصحى من النوم بتشوف الوضع ده وطبعا بتتخض جدا وبتعطي تتكلم مع نفسها وتقول لها إيه اللي خلاكي تعملي كده وطبعا كل ده كانت بتحكي وهي خايفة وكان معاها دكتورة يارا ومروان وهي عملة بتحكي إن فيه ستة حامل جات قبل كده وإنها ممكن تكون قتلتها وإن ده دمها وبتحكي لهم على كل اللي حصل وكمان لما دخل جزة طلال ولقى الست ميتة وطبعا كانت بتقول له مها وديني الشرطة لكن بيقول لها إتي ما عملتش حاجة أنت خلاص هتروحي للمصحة وأنا حداري الجزة ولا كأن حاجة حصلت ما تلاقيش أنا مش حسيبك أبدا يا حبيبتي أنت لازم تتعالجي وبيقناها هتدخل المصحة وهو حيداري الجزة وفعلا بتدخل المصحة وبيروح على البيت وبيكون ميتفق مع أمل اللي بتقوم زي العفريتة ولا تقتلت ولا حاجة وكل ده كان باتفاق منهم علشان يخلصوا من مها وياخدوا كل فلوسها وكل سروتها وأثناء كلامهم مع بعض كان طلال بيرائبهم من الكاميرا لكن طبعا كان مروان بيبعت للدكتورة بيقول لها يلا بينا نمشي ويلا كمان علشان خاطر نبلغ الشرطة قالت لان مش حمشي عايز تبلغ بلغ أنا حاوض معها ومش هستيبها يا غلي ما تلاقي جزها وطبعا بتقول لهم مأمها أن هي مش هتمشي وحتستنى طلال لكن طلال كان حاضط كاميرا في البيت ومرائب كل حاجة هم بيعملوها جوة البيت وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملاقص لأحداث الحلقة السابة من مسلسل أمينيزيا ويارب الملخص بتاعي يكون عجبكم ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يمسلكوا كل جديد باي باي